في إطار الدور الهام الذي تلعبه السينما في التوعية ونشر المعرفة عبر الأفلام المختلفة لا سيما في السنوات القليلة الماضية بعد التغيرات التي شهدتها الساحة المصرية حيث أصبحت شاشات السينما تتمتع بقدر واسع من الحرية والجرأة غير المعهودة من قبل تبرز أهمية الأعمال السينمائية في كسر المألوف واختراق الحواجز الفكرية للمشاهد المصري أنا شايفة أنه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعالج أضايا كتير في المجتمع هو الفن الوصم والعار والمرأة والتمييز الديني وكل الحاجات دي اللي بيعالجها الأفلام الفن مش بيعالج أضايا الفن بيطرح أضايا احنا في مرة حالة انتقنية يعني زي ما بيقول مصر جديدة في كل حال سياسيا وفنيا وكل شيء الفن عموما ليه دور طبعا لازم يعني لو هو بس فرض مساحة أنه يخلي الناس تفكر وتسرح عشان هي تلاقي طريقها من غير ما حد يعني يقولها لازم تعمل كذا وكذا ده يبقى يعني حاجة عظيمة وأظن أن جيلي واعي للنقطة دي ومش بس واعي ليها مهموم بها يعني ايه الحاجة اللي ممكن تغير مننا نحن نفكر وإيه اللي بيخلينا نفكر الفن الفن هو مفروض يكون ليه رسالة مقدسة اللي رسالته مقدسة بأنه بيعالج مشاكل في المجتمع أهم حاجة ازاي بيعالج بيستخدم اسلوب إيه لأن فيه ممكن معالجة لمشاكل أو لأمراض بطريقة فجة وفيه معالجة بتبقى بطريقة محترمة وبتساعد ازاي بيجيب المتخصصين ويسألهم ازاي نعمل فيلم ونعرضهم عشان نقدر نعالج هذا المراض هذه المشكلة وبالمفروض ده دور الفن لأنه بيوصل أكثر بكثير إلى البيوت بيوصل للأسر بيوصل لكل الناس فيقدر يساعد ويقيم المجتمع بيكون بطريقة أفضل بكثير اشتركوا في القناة